كمل معكم مشاهدين انا لنعمل اه شوية رياضة تحت مظل كتير مهمة بحب اليوم وجهلة لكم لكم ترين دايلي لما اقول انا ترين دايلي يعني اتمرنك اليوم لانه بكتير نظريات منشوفها بقولوا الناس فيها انه انا بتمرن مرة بالجمعة انا بتمرن مرتين بالجمعة انا بتمرن تلات مرات بالجمعة بنزل تنين اربعة جمعة على الجم ولكن ما تحطوا حالكم بإطار يومي او زمني او شي لانه بكل بساطة هيك مكون عم ناقض حالنا لما نقول انه رياضة هي جزء من كل شي منعملو موجود فينا متل ما منتنفس متل ما مناكل متل ما منعمل كل الاشياء اللي منعملها بالدنيا مشان هيك انا بطلب منكن تتمرنو يوميا تاخدو نهار واحد بالاسبوع كل تلات شهر بتكونو فيها بتتمرنو بطريقة ممتزمة واكيد عم تاكلوا بطريقة صحية وميحة خدو وان ويك راست وهيك فيكن تكونوا عم ترجعوا دايما على التمرين بلا ما يكون الفكر تابعكن تعب والفكر تابعكن حط براشر عليكن لما تكونوا عم تحطوا براشر علي حالكن لانه التمرين هو فرض من الفروض اللي لازم تعملوها هادا شي غلط جدا ومتل ما بقلكون دايما ما تخلوا الطبيب يقلكون روحوا تمرنوا لانه عنكم مشاكل صحية خلوا المدرب يقلكون تعاو تمرنوا تما يصير عنكم مشاكل صحية وهادا شي مثبت علميا وطبيا لح نشغل على الاورباضية لانه بلتقى انا معكم يومين بالاسبوع بنحكي فيه ورياضة مشان هيك بجرب قدمة فيه كلية ابدا يكون عم بجرب غطي قدمة فيه آآ عضلات لحعمل سايد لونج بعدها لحعمل ريفرس لونج لورا من هون بلويت اول شيء لتحت قدم شوية لقدام تما كون عم برجع لورا انا عم دايما زبط المحل تبعي لكون عم بعمل حركة الاجر جالسة الاجر التاني متنية ما بخلي الركبة تقطع اصابيع الاجرين معدات دايما مشدودة باجر الشمال هلا باخد بالنس لا تحت هلا بزيد علي وزن لانه لما كون عم بحكي انا عن اكتر بعمل شيء اسمه بروغرشن بروغرشن يعني بحمل شيء اسمه ويت هيك بتكون الحركة صارت اصعب وبرجع بكرر لتحت اب لفوق ريفرس لورا معدات دايما مشدودة انا ايجو اب سويتش لتحت اب لفوق سك الاجرية برجع 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 باجري لورا بياخد نفس عميق برجع بطلع منتقل للحركة التانية بطاط الاجرين دي اللي كتير من الناس ما بيشتغلوا على عيون انا بعرف انه تبع التمرين تبعهم منه كبير متل غير حلكات ولكن من دلنا لقي زي قبل نشتغل على عيون يعني لما استعمل على حاج جيليز ازا انا على اجرتين حتى لو تبعي متحرك في سهولة تامة الى اطلع على روس اصابيعي يكون اكيد شادد معدتي ويكون ثابت ولكن لما اطلع على اجر واحدة هون لحتلاحظوا انه لحصير في صعوبة اكتر يكون مسيطر على الابر بادي تبعي لانه سطح منه مستوي تبع الفتنس بول مشاناك اليوم بديشد معدتي اكتر واعمل اطلع روس اصابيعي ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعشرة في فرق كتير كبير كبير بين لما اكون ايديه على الحيط مباشرة او يكون فيه فتنس بول وخاصة لما اطلع على اجر واحدة صف عم بحكي مهم جدا بيت مرينة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعشرة بنتقل لحركة بنعمل دايما نحنا شي اسمه ستب اوب اليوم ما بنحكي عن شي اسمه سايد ستب اوب بكل بساطة جسم مهيأ عبر الامر يلي بيتاخد من الدماغ لا عضلاته انه يقدم مجموعة من الحركات اللي هي جسم مخلوق لا قدر يعمله صاليوم بتانحكي نحنا على ستب اوب نعمله بنكون عم نحاكي نحنا طلوع الدرج يعني اليوم هيدا شي كتير بنعمل بحياتنا لما نطلع الدرجة اليوم لما نكون عم بتدرب لنحاكي هيدا الازابتكون الشي اللي بنعمل بحياتنا فينا نحنا نكون عم نعدي لدرجة عادة ما بتكون هالقدة عالية ولكن جسم الانسان او حيال الانسان منكم بكون بمحلات معينة بدوا يعمل ستب تكون عالية شوي مش هينيك اليوم بنسين حاكي هون بيجي على السايد ستب مش كتير من المرات نحنا بنكون عم نعمل سايد ستب ولكن بكتير محلات بنضطر نعمل سايد ستب سوم بتتمرين تبعنا بنكون عم نحاكي هيدا الموضوع بسو سايد اوب بننزل تحت معدة دايما مجدودة سايد اوب ثري فور فايف سكس سبن ايت ناين انتن سويتش لتاني مان قديش مهمين الاجران قديش كل عضلات الجسم مهمين ولكن انتو نحنا نمشي على اجرانه من البديه جدا كون كلنا عنا اجران كتير قوية بيقدوا الحركة الوظائف الحركية تبعيتنا اليومية من هون اهم ماشي فول فوت اندستب ما تكون هيك ما تكون هيك تكون جلسة هون شوي متحركة بس سيف اتس اوكي لانه سيبتي من تحت سايد تو ثري فور فايف سكس سبن ايت ناين انتن اليوم الحركات اللي بنعملها صحيحا نمشي لقدام بس زي الجسم مش معمول بس لا يمشي لقدام معمول لا يمشي لقدام لا يجع على ورا لا يروح شمال يروح يمين لا يتحرك بكل الاتجاهات لا يعمل روتايشن بين الابر بادي واللور بادي تبعنا هدول كلهم مقصمين دايما بيشتغل على السهل الممتنع كرميل ما نكون عم نحكي اشياء بتخليكم تحسوا رياضة صعبة سلام بول هلا فيكم تستعملوا دمبل فيكم تستعملوا ساند باك كور باك كل الاكساساريز اللي متاحة عنكم فيكم تستعملوها من هون بياخد لانج بعد للعشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة بياخد نفس باكس على الارض عميق برجع بغير من اول وجديد سلام بول وزنة عشرة كيلو فيكم تاخدوا سلام بول او حيلة بول تقلها وان كيلو جرام ما في مشكلة بسبت وضعية جسمي بعد للعشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة قبلة فوق بياخد نفس عميق ازا بدي اعمل كمان حركة لزيد شغل للحركات بدي واجهة تحية لزميلي فاتشيل موجود معنا بالستوديو اليوم من هون في التصبول بين اجرية رشر لقدام لجوة واحد اتنين ضهر جاليس تلاتة اربعة خمسة معدي بشدودة دايما ستة سبعة تمانة تسعة عشرة بزيد خمس مرات بعد واحد اتنين تلاتة اربعة وان مور انت فايل مشاهدين انا صعب التدريب تدريب هين جدا صعب الالتزام بالتدريب انا هون لجارة بقدمة فيي اعطيكم هيدا التزام بشكر كل المشاهدين بشوفكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة